طيب خرباشة اللقطة الاولى من مباراة المصري وغزل المحل المصري وغزل المحل اتلعبت النهارة ايه اللقطة في دقيقة 42 كان في فاول على لعب الغزل بعد عرقلة واضحة جدا لحمد رفعا جدا قام الراجل وشوح وحديث غير لائق بص بص المنظر خليبان اولا فاول واضح جدا وحتى المش واضح بص هاعملي بص بص ايه ده ايه يا جماعة الله 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 وقرب وشه من حكم بطريقة يا جماعة ما ينفعش ما ينفعش اولا الفاول بتاعك واضح وضوح الشمس ولو حتى مش واضح ولو حتى مش واضح شاطوا الكرة برا ادي واحدة وبعدين اخدوا الكرة بعد كده وراح للحكم وحطوا وشه في وشه بطريقة غير لائق غير لائق غير لائق نتكلم هنا على هذا اللاعب واي لاعب جبنا قبل كده الشيكبالة وحطت وشه في وش الراجل بطريقة غير لائق النهاردة بتتكرر ايه ومنقول لللعيبة عيب ما يصحش عيب ما يصحش مش اقول اكتر من الجملة دي عيب ما يصحش اخر خرباشة عندنا النهاردة هي لحارس المرمى اسلام طارد احنا عارفين انه بعض اللاعيبة بيكتبوا على ظهرهم ما كان الاسم بيكتبوا اي حاجة يعني مثلا شيكابالة في وقت من الوقات كان كاتب اسم ادم ابنه فترة كده صغيرة وغير الشير فيه برضو ابو جبل بيكتب مثلا جباسكي لكن بص حارس مرمى الجونة اسلام طارد اولا رفع شعره الفوق بطريقة غريبة جدا طحر لكن كاتب وراء ايه بقى بص كويس كده طايجر رقم اتنين وطايجر ايه طايجر دي ما تفهمش يعني تقليعات 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 ما لهاش اي لازمة اطلاقا 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 دي حاجات يعني اللعيبة لازم انت بتلعب بقى في مسابقة مهمة ومسابقة قوية الدولة الممتاز وحاجة حلوة يعني فخلي بالكو شوية من بعض الحاجات كده اللي بتبقى احنا هنستطعها يعني بالبلد كده